موسيقى قبل ما خش في التفاصيل معلومة بسيطة عشان توضح لنا الامور مش ازاي دلوقتي انا عندي ترتيب للقوانين بمعنى رقم واحد اعلى حاجة من فوق على قمة الهرم الدستور بعد كده القانون بعد كده اللوايح ما ينفعش اللايحة تخالف القانون ولا تخالف الدستور وما ينفعش القانون يخالف الدستور طلق الدستور بتاع 2014 في المادة 10 منه قال الاسرة اساس المجتمع قومها الدين والاخلاق والوطنية وتحرص الدولة خلي بالك على تماسكها واستقرارها وترصيخ قيمها النص دوت كان له نص مشابه في دستور 71 وكل الدهسات يرغب ايه اللي حصل في الوقائع ولاجأت المحكمة الدستورية العليا للمادة ديت وظهر مصطلح في الوقائع العام لإسمه لم الشام للأسرة عندي اربع قضايا الوقائع بتاعتهم في الاولانية كان في وياحة شغال في الهيئة القومية البريد وزوجته كانت بتعمل في الخارج وقدم على اجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته لمدة عشر سنين وبعد كده لما جي جددها الهيئة القومية البريد رفضت وقالت له انه المادة 82 من اللايحة العاملين في الهيئة القومية البريد بتخط حد اقصى الاجازة وإيه مش من حقك انك تجدد دي واقع الواقع الثانية احد اسادزة في قليط الطب في احدى الجماعات كان مسافر خارج لمرافقة زوجته اللي كانت مقيمة في المملكة العربية السعودية وبعدين طلب انه يمدي الاجازة رفض رئيس الجامعة انه يجدد له الاجازة بتاعته ولما هو منزلش تجاوزوا عن الابحاث اللي كان مقدمها عشان يترقى لأستاذ المساعد وكمان بعدها بفترة راحوا فاصلوه خالص في الواقع الثانية الواقع الثالثة في عاملة انشغالة في احدى شركات الغازل ونسيق في اسكندرية وكان زوجها مقيم خارج مصر وطلبت اجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها وبعدين طلب تجديد الاجازة اترفضت لانه المادة 108 من اللايحة التنظيمية للعملين بسندوق دعم صناعة الغازل والمنسوجات القطنية بيحط حد اقصى للاجازة وبالتالي اترفضت في الواقع الرابعة استاذة في احدى الجامعات كانت مقيمة خارج مصر وطلبت مادة الاجازة وترفضت وساعتها كمان كانت المادة 91 من القرار بقانون 49 سنة 72 بيحط حد ادنى للاجازات ست سنين وقال كمان انه لاربع سنين واجازة رعاية الطفل بتتحسب من ضمن الاجازة وحدها الاقصى في كل احوال عشر سنين فقط ديت واربع اضايا من الاضايا اللي كانت مطروحة قدام محاكم القضاء الاداري على مستوى الجمهورية ولانه حصل مخالفة بين نصف اللايحة او نصف القانون لاحكام الدستور الاضايا ديت وصلت للمحكمة الدستورية العليا هجيب جزء من احد الاحكام اللي صدرت في الاربع اضايا دولت واتكلم بكل بساطة عن الاسرة احد الاحكام اتذكر فيه نص الاتي وحيث ان وحدة الاسرة في الحدود التي كفى لها الدستور تقتضيها امران اولهما ضرورة تماسكها وعدم انفراضها توكيدا للقيم العليا النبع من اجتماعها وصونها لأفرادها من مخاطر خلي بالك احكي المالجاية التبعصر والضياع وليظل رباط هذا التماسك والدين والاخلاق ثانيهما ان مشاعر الوطنية المصرية التي يجب ان تكون الوهج الذي لا يخبو داخل وجدان كل مصري والشعل التي تضيء له الطريق ايا كان ما كانه في العالم توجب ان يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذي يشعر فيه بتمسك الوطن به واعزازه اياه ليس فقط بحزبان وفرضا مصريا وانما ايضا باعتباره عضوا في اسرى مصرية تحفل بها مصر وتبارك ولاقاها حيث غدت فيصبح خلي بالك من الكلام الجاي حفظ الاسرى في اجتماعها في اجتماعها هو حفاظ على الوطنية المصرية في مهج ابنائها حكم تاني وحيث ان الحق في تكوين الاسرى واختيار الزوج مدخلها من الحقوق التي كفى لها الدستور على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ذلك ان هذا الحق وصيق الصلة بالحرية الشخصية وهي الحرية الاصل التي تهيمن على الحياة بكل اكترها ولا تكتمل الشخصية الانسانية في غيبتها وهو كذلك من الحقوق الشخصية التي لا تتجاهل القيم الدينية او تقود روابطها او تعمل بعيدا عنها او تتكرر انعزالا عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة التي يعيش الفرد في كان فيها بل تزكيها وتتعاظم بقيمتها بما يصون حدودها ويرعى مقاومتها ذلك ان الزوجين من خلال الاسرى التي كوناها يمتزجان في وحدة يرتضيانها ويتكملان بها ويتوجان بالوفاء في جوهرها ليظل نبتها متراميا على طريق نمائها وعبر امتداد زمنها مؤكدا حق الشريكين فيها في ان يتاخذ من خلال اضاق قراراتهم واوصقها ارتباطا بمسائرها بما يصون لحياتهم الشخصية اعمق اغوارها فلا يقتحمها المشرع متغولا على اسرارها وانبل غايتها وإلا كان ذلك عدوانا ينال من الدائرة التي تظهر فيها الحياة العائلية في صورتها الاكثر تألفا وتراحما الاحكام دي بتركز على وحدة الاسرة في مكان واحد طيب احنا خلصنا من المبدأ القانوني التطبيق المشاهد العزيزي اللي قال لي انا كنت في الاسماعيلية وانتو ضبت للقاهرة وفي القاهرة تزوجت واصبح عندي اسرة واطفال مش عايز ارجع تاني هناك انت القضايا اللي اتكلمت فيها كلها كانت زوج بيرفق زوجته خارج مصر لا خلي بالك ما فرقتش خارج مصر عن داخل مصر المبدأ القانوني واحد المبدأ القانوني بيقول ان اسرة متربطة الاسرة لازم تكون مجتمع في مكان واحد الاسرة لازم الدستور يحافظ عليها وبالتالي ما ينفعش القانوني يقولك انت جاي من الاسماعيلية ارجع الاسماعيلية تاني هناك لأ طيب انا بقالية هنا اصر هقدم على طلب نقل ماشي اتكلمت عن النقل في الحلقة اللي فاتد واصبح انه انت فاهم يعني نقل هتقولي دوقتي الشغل رافض هعمل ايه بكل بساطة طلب نقل من اصله صورة يتقدم في الصادر الوارد يرفق بطلب النقل ما يفيد انك انت متزوج في محافظة اخرى اسيمة زواج بطايا الرقم قومي بتاعتك وبتاعت زوجتك او بتاعتك وبتاعت زوجك شهادات ميلاد اطفال اذا كان عندكم الصلاة مرافق كهربة ومية اذا كان باسمكم مش كودي الى اخره ويطلب النقل ولما تروح عند الموظف المختص بالصادر الوارد ادهاله وخليه يكتب لك على الصورة انه استلم الاصل المفتوض الجهة لإدارية ترد خلال الوقت ايه مفتوح؟ لا 60 يوم قدام احتمال من 3 يا إما تجاوب بالاجاب يبقى شكرا انتهى الامر يا إما تجاوب بالرفض خلي بالك من تاريخ الرفض يا إما تسكت تمتنع الاجابة وخلي بالك من نهاية ال60 يوم بعد ال60 يوم فالحالة التانية اللي امتناع السلب عن الرد او بعد تاريخ الرفض قدامك 60 يوم ترفع فيهم اضريف ده بكل بساطة وكل اختصار يعني ايه؟ لم شمل الاسرة لم شمل الاسرة ما هوش موجود في قانون من القوانين ولكن موجود في القانون الاب اشتركوا في القناة